يسعد دواتكم أهلا وسهلا فيكم اليوم سأدوم لكم الوصفة الثانية لحلويات عيد أضحى المبارك إن شاء الله كل عام أنتوا بقال فخير وهي كعكة العيد المصري الناعم كتير استمتعتوا أنا محضر الوصفة طلبتها مني أخت غالي ومشتركة عندي من بداية القناة لليوم بسمة رمضان إن شاء الله الوصفة تنال أعجابك وتنال أعجاب جميع الأخوة اللي يتابعوني وخاصاً أخواننا المصريين يعني قد ما بحكي لكم عن قوام وطعمة العجينة يمكن ما تصدقوا إلا لحتى تجربوا على أرض الواقع هذا المقطع العرضي حشوات مميزة شوفوا معي قوام العجينة بفت فت دايب دوبان عنجد رح تستمتعوا وإنتوا عم تحضروا لأنه سهل كتير كتير وما بدوا مجهود أبداً مجرد خطوات نتبعه ونحضر الفيديو من الأول للأخير بتمنى منكم إذا كنتوا مرة عم تتابعوني أنا زهور السخنة وهي قناتي بتمنى منكم إذا ما مشتركين بالقناة تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصيكم كل شي جديد ولا تنسوا تحطوا لايك وشير للفيديو تفضلوا معي لحتى نشوف طريقة التحضير أول شي رح أحضر الحشوات الحشوة الأولى اللي هي الحلقوم أو الراحة أو الملبن حسب كل واحد شو بسميها يفضل تكون نوعية ممتازة يعني اللي ما بضغط عليها لاحظوا تكون طرية دايبي دوابان حتى ما تنشف معنا وتقسى بعد الشوي وتظلة هيك طرية رح أعجنها بمعلقة سمني تكون طيبة وتصير معي هيك مثل عجيني بتقدروا تضيفه مطيبات مثل السمسم لمحمص على الحلقوم وتدع كوة ممكن نضيفه شوي من المحلب ممكن إذا ريحت الحلقوم ما كتير واضح فيها ماء الزهر ممكن نضيفه كمان شوي أو ماء ورد حسب اللي انتو بترغبولو أنا لقيت ريحتها لذيذي ما أضفت لها ماء زهر هلا بعد ما عجنتها شايفين كيف صارت فينا نكورها ونشكلها حبيت نضيف عليها شوي من الجوز أو عين الجمل طبعا هاي الخطوة اختيارية معنا ضرورية رح أشكلهم وحطهم بصحن لوقت الاستخدام منغطيهم حتى ما تنشف معنا العجينة مروحة للحشوة الثانية اللي هي الأساسية بكعك العيد المصري العجمية عندي كوب من العسل يكون عسل طبيعي 100% ساعة الكوب 250 ميلي لتر رح يلزمنا معلقتين طعام من السمني و معلقتين طعام من الطحين و معلقة سمسمة كبيرة و معلقة الشاي محلب أو بهارات الكعك حسب ما بتحبه بداية رح أخذ السمني فرغه بوعاء غميء يكون شوي و رح أضيف الطحين حمصهم مع بعضهم على نار متوسطة بعدين رح أضيف العسل والسمسم لازم يكون العسل مضمون 100% ما يكون كتلة سكر مدوب حتى ما تحجر معكم الحشوي بعد الطبخ شوفوا كيف بلش المزيج بالفوران طبعا هون منخفف الحرارة للمتوسطة مع تقليب مستمر بدون ما نتوقف بس نعمله هيك كم غلوة منرفع العجمية و منحطها على جنب لتبرد فينا نضيف مطيبات عليها آخر شي بعد ما نرفعها مثل المحلب و ممكن الجوز أو البندق أو مكسرات مجروشة ممكن فول سوداني حسب انتو شو بتفضلوا أضفت محلب ممكن تضيفوا بهارات كعك رح أضيف جوز مجروش بدون ما حمصوا إذا بدكم نضيفوا مكسرات ثانية يفضلت حمصوا مثل الفستق والبندق بس الجوز مو محتاج شايفين كيف على التقليب بلش تتماسك عندي حطها بصحن لتبرد شوفوا كيف قوامها بصير بتكوروها وقت العمل لأنه بتصيح معكم إذا بتكوروها وبتخلوها على جنب منغطيها حتى لا تنشف من الهواء وتقسها مروح لتحضير العجينة عندي مقدار من الطحين أنا رح قامل كيلو كون طحين زيرو أو طحين متعدد استعمالات كله بيمشي بالأكواب العالمية اللي ساعة 250 مليلتر بيطلعوا سبع أكواب نصف المقدار بدي يكون دسم سمنة 500 جرام تكون باردة شايفين كيف ضغط عليها باردة هيك بدنا يكون قوامة بيطلعوا 500 جرام من السمنة 2 كوب مقاس وزائد معلقتين رح اضيف مطيبات حسب الرغبة رح استخدم معلقتين طعام من السمسم المحمص نصف معلقة من المحلب أو بهارات الكعك حسب شو بتفضله و رح اضيف كمان حليب بودرة قدر معلقة ونصف بيعطي نكهة كتير طيبية للحلويات إذا ما متوفر فيكن تستغنوا عنه يعني المطيبات مانا أساسية اختيارة رح نحتاج كوب واحد من المي 150 ميلي لتر وسكر حسب الرغبة كمان الكيلو بيحتاج 200 جرام كوب واحد وهذا اختيارة معلقة الشاي من الخميري فورية هلأ اول شي رح اضيف السمسم والمحلب أو بهارات الكعك وحليب البودرة يعني المواد الناشفة خلي على جنب هلأ رح اضيف كوب السكر مع المي ودوب الخميري طبعا مي دافي إذا استخدمنا خميري بدون خميري حطوا ماء بارد بدوبهم وبخلينا على جنب هلأ انا رح اعملهم بالكف العجاني اللبن أو بتبسوهم بالإيد كله بيصير رح اضيف السمني هلأ قطعه لقطعه متل مو شايفين وهلأ نعمله تقليب أو بس بالإيدين تاخد بالإيدين ربع ساعة بينما عكف العجاني إذا متوفره خمس دقايق أنا نزلت كتير حلويات عيد مسبقا واستخدمت الإيدين ما استخدمت أبدا العجاني يعني اللي ما بيعرف هاي الخطوات رح اترك لكم رابط لحتى تشوفوا الطريقة بالإيدين ديصير قوام رملة بهذا الشكل نتأكد انه كلها تشبعت ببعضها هاي الخطوة جدا مهم حتى يطلع معكن العجين بدوب دوبان بالتم يكون مشبع بالسمني مضبوط هلأ بحط المواد اللي خلطتها من السكر والماء والخميري ونرجع منقلب تقليب مت مو شايفين على سرعة منخفضة جدا فيكن تعملوها كمان بالإيد بدنا اللم لم ما بنعجن عجين حتى ما يمطمت معكن وصير مثل العجين العادة نحنا بدنا اللم لم بس لحتى تشرب العجينة السائل تمام شوفوا قوامه كيف لازم يكون وما أنا متشقق أبدا لأن حطينا المقادير صح من المي ومن السمنة هلأ رح خليها ترتاح يفضل بالبراد لأن الجو شوب كتير عشان ما تسيح معنا السمنة وتغلبنا بالعمل بحطها بمكان بارد بعد ما حطيت العجينة لمدة ساعة بالبراد بدي أخذ مننا جزء وارجع حافظ على برودة الجزء الثاني حتى ما تغلبنا بالعمل إذا لزقت معنا العجينة ممكن نحط شوي تطحين على إيدنا دي بدي أهلا بالتشكيل باخد كرة من العجين بفتحها على كف الإيد متل مو شايفين وبحط حشوة هاي حشوة الراحة أو الحلقوم أو الملبن وبقفلة بضغط عليها ضغطة خفيفة متل مو شايفين وبحطها بصينية ما أنا مدهوني بأي شيء سواء الألمنيوم أفضل شيء للخبز رح ساوي هلا حشوة العجمية أو حشوة العسل والجوز يعني هاي الحشوة بحد ذاتها اختراع مصري رهيب اللي ما مجربها يجربها أنا عن جد استمتعت بنكهتها هاي أول مرة بدوقة وبحضرة كمان رح حط كل نوع على الصينية لأن كل نوع له درجة حرارة معينة رح احكي هلا بعد ما خلص تشكيل كمان عملت حشوة التمر مع الجوز رح اترك لكم رابط عمل الحشوة بصندوق الوصف لازم تكون العجينة على قد الحشوة حتى ما تشقق معكم ويفتح القرص أثناء الشوي بالفرن بضغط عليها ضغطة خفيفة بالنسبة للتشكيل بمصر عندهم قالب خاص بيشبه هذا بس الشبك بيكون أنعم من هيك أنا ما عندي هذا الاختراع أبدا لقيت هيك شغلات عندي بالبيت قريبة رح استخدمها وشكلها في عندي هاي الأداة في كمان هاي الشبكة الخشني لقيتها هاي أنسب شي اني استخدمها وأطبع فيها نقشة الكعك الناعم المصري بعد ما انتهيت من تشكيلهم هاي أول صني سعويتها اللي هي بالملبن أو الراحة جربت أعمل بالشبكات لقيت الشبك هذا أفضل شي لأاخد رسمة كعك العيد المصري الناعم و جبت هاي القطاع المدورة و رح اضغط شي بسيط على الحبات ممكن نجيب سكين نحدد خطوط بالطول والعرض و نحصل على نفس الشكل بحال ما متوفر عنا هاي الأداة أو ما عنا بدائل بعد ما انتهي ما بشوية هلا أبدا رح اضغطها بالبراد لتجمد معي القطاع حتى وقتها حطها بالفرن ما تسيح معنا السمنة و يفتح القرصة نتبهه كتير مليحي إنه جو كتير شوب هلا فنحافظ على الرسمي نجب نحط الصواني بالبراد أو بالفريزر قبل دخوله للفرن الملبن من شوية ع درجة حرارة 180 العجمية من شوية ع درجة حرارة 200 والتمر ع درجة حرارة 250 هاي أول صواني طلعت شايفين أخذت لون حلو لمدة سبع دقائق مراقبة من فوق من تحت ونثبت الصيني بالرف في الوسط ونخلي عيننا عصواني لأن فورا بتاخد القطاع لون يعني بدنا نتفرر تفرر كامل للخفز بالفرن شوفوا كيف القطعة دايب دوبان يعني مقادرة وأصف جمال وطعمة الكعك لحاله عم يحكي شو رأيكم نتيجة تستحق التجربة فعلا لو تقدروا تشموا الروائح الطيبة خاصة استخدمنا سمني كتير طيبة تلعب دور كتير كبير بنجاح الحلويات وممكن نحط سكر بودرة على الملبن وعلى العجمية واذا بدكم تحطوا للتبر شوفوا لونة ما شاء الله ما أحلى غير شكل حشوة العجمية عن جد رائعة وفكرتها كتير حلوة شوفوا من جوا كمان كيف دايب دوبان هاي المقطع العرضي لكل نوع حضرتوا قدامكن الملبن العجمية والتمر طبعا هاي العجينة تنفع التعبلو فيها اي حشوة وتحبوها ممكن كمان تصيرها لكلاجة وتحطوا التوابل اللي انتو بتكون ياها كمان بتصير لانه هي قاعدة الحلويات قاعدة واحدة من الدسم والمواد الناشفي والسكر والمي والتوابل بتعود حسب الرغبة هي والحشوات والأشكال شو رأيكم بستاهل اللايك او لا بتمنى منكن اذا حبيتوا الوصفي واستفدتوا لو بفكرة تدعموني باللايك ومشاركة المقطع لتعمل فائدة اشتركوا بقناتي اذا مو مشتركين وفعل جرس تنبيهات حتى يوصلكم كل شي جديد بتمنى منكن اذا مشتركين بالقناة وما عم توصلكم الاشعارات تلغوا الاشتراك وترجعوا تشتركوا من جديد تتأكدوا من جرس تنبيهات لكل الاشعارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة